حدود العلاقة دي تقعنا ازاي دكتورة؟ الاحترام ده الأساس بتاع أي علاقة لازم ومرعاة ربنا كده ومرعاة حق الجيرة دي الأساس الرئيسي بتاع أي علاقة لكن لو جينا بقى وصلنا لمرحلة هل لازم كل الجيران يبقوا إصحاب ولازم كل الجيران يبقوا متدخلين جوه أسر بعض والكلام ده ولا احنا نقدر نبقى بنحافظ على شكل محترم وعلى علاقة الودية اللطيفة بما يحقق برضو الحفاظ على خصوصية أفراد اتبعا هو السؤال هيك مهمة جدا لأن دي حتى مش مع الجار بس مع أي إنسان في الدنيا بنتعامل معي حتى أقرب الناس لنا لازم نحافظ على مساحة الخصوصية أي واحد فينا عنده مساحة للخصوصية المساحة دي بتضيق وتتسع على حسب طبيعة العلاقة وعلى حسب طبيعة الشخص طبيعة العلاقة هل هي مستمرة لأدي نسبية؟ ليه؟ لأن العلاقة أنا وطرف تاني وظروف الظروف دي ممكن تخليني أقربوا شوية الظروف دي هتخليني أبعدوا شوية الظروف دي هتخلينا نقف على الحياد في بعض المواقف إنما في كل الأحوال لازم نحافظ على الخصوصية لأن لو جاري في أزمة لازم أقرب منه قوي عشان أساعده يعدي الأزمة لو جاري عنده أي احتياج لازم بلبين لكن الدخول في مساحة الخصوصية شيء مش حلو ما ينفعش يبقى الأبواب بتاعة الشواء مفتوحة على بعضها على طول لا فيه استئزان بالزيارة فيه استئزان للدخول في الموادية فيه إحساس سمس كده إيه الحاجات اللي ممكن أتكلم فيها وإيه الحاجات اللي ما ينفعش أتكلم فيها وزي ما قلت الحضرتك ده لا ينطبق على الجار فقط ولكن ينطبق على أي علاقة مع أي شخص بس أعتقد أن الموضوع نسبي برد يعني هممكن نلاقي مثلاً اتنين جران مبسوطين بشكل العلاقة ما بلون كده أنا قلت الحضرتك أنت بتقربه مفيش تدخل في الخصوصية ولا حاجة وأنا اللي بفتح له سعد باب أعيز أستشيره سعد باب أعيز أخذ رأيه سعد باب أعيز أشريكه معي فهي العملية هنا النسبية متوقفة على طبيعة الموقف طبيعة الحدث لكن في كل الأحوال فقدان الخصوصية حالة غير صحية حتى بين الأزواج لازم فيه مساحة للخصوصية لازم تبقى موجودة المساحة دي بتضيق وتتسع على حسب الموقف وعلى حسب رغبات الطرفين وعلى حسب طبيعة الأشخاص بيه شخص يحب خصوصيته زيادة وفيه شخص يبقى منفتح وحابب وسعات بتبقى قادرة تتحملي وسعات مش قادرة سعات بتبقى عايزة تتكلمي وسعات مش عايزة تتكلمي مع حد حتى لو حد قريب منه لكن فيه أساسيات لازم كلنا نبقى حارسين عليها في علاقتنا الاجتماعي وهو اللي احنا بنقول عليها اتكيت أو فن التعامل مع الآخرين يعني ايه الاتكيت الزوء اللي بقى في التعامل مع الآخرين عشان كده الاتكيت نسبي يعني احنا بنميز ما بين الاتكيت وبين المراسم وبين البروتوكول الاتكيت نسبي ان انا ازاي اكسب ود وردة الآخر ملوش قواعد ثابتة المراسم لها بعض القواعد المتفق عليها البروتوكول لي قواعد ملزمة لازم التزم بيها فعلاقتنا مع جراننا او مع اهلنا او حتى مع ولدنا او مع ازواجنا لازم يكون فيها قدر من اللبقة اللبقة يعني ايه يعني اسيب استحسان عند حضرتك ما اتصرفش تصرف على غير توقعك مثلا يعرضنا المشكلة وانا ما اصدش لا لازم يكون عندي درجة من الامان النفسي ودرجة من المرونة في التعامل مع الآخرين ابسطها الصباح والمساء لازم الناس تسلم على بعض ولازم تصبح على بعض لازم نسأل على بعض في واحد لازم تقوله ازيك وعمل ايه واخبارك ايه وزي الولان عشان تكسب وده هو منتظر منك ده وفي واحد تاني لو قلتلك كده لو قلتله ده يحس ان ده تدخل في شؤونه وانه شيء مرفوع فانا عملتها مرة ما تعمل هاش تاني بالضبط فلازم تبقى واخد بالك كويس قوي ان انت غرضك انك تاخد استحسان وقبول من الطرف الاخر ايا كان هذا الطرف فاحنا عندنا السنس ده بيخلينا نعرف هنفتح شوية في الكلام مع مين وهنختصر شوية في الكلام مع مين لكن في كل الاحوال التحية امر واجب السؤال امر واجب تلبية الاحتياج امر واجب الشعور بالاخر امر واجب يعني دي كلها امور ما فيهاش نسبية ما يبقاش جاري مريض وانا عندي الدوشة والهيسة وما يبقاش ولاده عنده امتحانات وانا عمالة ادق وكسر ما ينفعش اساحي الناس الساعة اثنين والساعة ثلاثة بالليل عشان انا بسلح حاجة في شقتي او بنظف وجاري نايم او عنده والعكس صحي وعنده التزام مراعاة الاخر امر ضروري يمكن ده عندنا احنا في ادبنا الاجتماعية والدينية والاخلاقية في المجتمعات المتقدمة عنده ده في الاداب القانونية ينفعش حد يعمل كده يتعرض على طول في ثانية يتصل بالنجدة يبتدي يوقف هذا الامر لكن احنا بنا عادات وتقاليد وقيم ومعايير وعلاقات بتخلينا نقدر ان احنا نحل المشاكل ده من غير ما بنالجأ لنا